عمر مرحبا بك ما الذي حدث آخر دقيقتين كنا نحكي عن خسائر 200 نقطة أغلق السوق على تراجعات ب400 نقطة خسر مستويات عديدة في هذه الجلسة قد يكون هذا الأمر متوقع حقيقة هانين بل حظ بداية هذه الجلسة التراجعات ب200 نقطة عاد المؤشر وقلص هذه الخسائر بل دخل منطقة الخضراء ومن ثم دقلنا مرحلة العودة إلى التراجعات ب200 نقطة ومن ثم جاءت فترة المزايدة الأخيرة كانت هناك طلبات بيع قوية بعضها بالحد السعري الأدنى كما لاحظنا بالنسبة لسام الريان الذي تراجع 8% دفعة واحدة ما جرى كذلك أيضا على سهم مصرف قطر الإسلامي 4% وكذلك الملاحة ونقلات عمليات بيع هلعية في اللحظة الأخيرة قد يكون هذا الأمر مبرر للبعض لأنه رأس المال كما تعلم جبان الآن تغلق هذه الجلسة ليس هناك جلسات إلا يوم الأحد المقبل ما يعني أنه اليوم السبت سوف يكون هناك القرار المتعلق بنتائج اجتماع الوزاري الخليجي الذي سوف يوضح نتائج ما وصلت إليه اللجنة المختصة بما يعرف بوثيقة أو اتفاق الرياضة وبالتالي مدى انعكاسات هذا الأمر على العلاقات الخليجية خاصة الرياض وأبو ظبي المنام مع الدوحة هل من مخاوص معينة معمر في هذا الإطار حتى شاهدنا الضغوط البيعية الكثيفة في نهاية هذه الجلسة المفارقة هاني أنه حتى الآن حتى الآن الجمهور الخليجي والقطري لا يعلن تفاصيل اتفاقية الرياض أو وثيقة الرياض أو ما هيتها وما الذي تم الاتفاق عليه كل ما جرى وكل ما تم الحديث حوله عبارة عن تسريبات إعلامية وهذه التسريبات الإعلامية من هنا أو ما هناك يتقلق المستثمر ورأس المال لذلك هناك من فضل اليوم أن يبيع ولو كان هناك بعض الخسارة أن يبقي سيولته في جيبه أريث ما يتضح المشهد يوم السبت وبالتالي كيف سيكون افتتاح السوق إذن هناك من فضل في اللحظات الأخيرة وحتى ربما في نصف الجلسة الثانية أنه أن يتخارج من السوق وبالتالي يضع سيولته في جيبه ليتضح الموقف يعني هناك معادة اليوم سمعتها أنه في حال أنه أمر طبيعي أن تعود لعلاقات الخليجية إلى وضع الطبيعة فبالتالي لن يكون هناك تأثير على السوق لأنه بالأساس السوق المحلي كان يحتاج إلى تصحيح ولكن لا سمح أو قدر الله كان هناك يعني تأزيم في الحال الخليجية بكل تأكيد سوف يكون لها تأثير على أسواق رأس المال لذلك هناك من فضل التخارج وكانت هذه الجلسة المؤلمة اليوم حقيقة للبورسة القطرية خاصة في الدخلتين الأخيرتين معمر نعم صحيح يعني مليار وسبعمائة مليون هذا رقم اليوم يعني بيوعات قوية خاصة كانت من طرف الأفراد على ما يبدو تراجعات بثلاثة في المئة كانت مؤلمة حقيقة للسوق ولكن نقول بأن هذه التراجعات قد تخلق فرص دائما الأزمات ما تخلق الفرص هناك بعض الأزم التي شاهدناها اليوم تتراجع بقسوة لم يكن لأحد أن يتصور أن تعود إلى تلك المساويات وبالتالي أعتقد بأنه يوم الأحد المقبل سوف تتضح الرؤية ما هو القرار الذي وصل إلى الخليجين فيما يتعلق بالعلاقات الخليجية مع الدوحة وبالتالي بكل تأكيد سوف نشهد يوم مغاير تماما ربما أو ربما مشابه لما جرى اليوم على كل حال معمر أمام هذه الصورة الحمراء لحظنا بنك قطر الوطني هذا السهم يغرد خارج السرب يعني مرتفع بواحد وتقريبا ثلاث أربعة نقطة المئوية لماذا غرد بعيدا عن بقية الأسهم القيادية تقريبا ليس فقط كيو أم بي بل أيضا قطر للتأمين صحيح هتان الشركتان تمتلك فيهما الحكومة القطرية خمسين في المائة من رأس المال فبالتالي لديها حصة مؤثرة قد يكون هناك حقيقة من تدخل وقد يكون حسن أن كيو أم بي لقدر الله في حلقة التراجعات لكنا شاهدنا أرقام مؤلمة أكثر من التي شاهدناها اليوم يبدو بأن المحفظة الاستثمارية لقطر للتأمين وكذلك أيضا لكيو أم بي هكذا أفهم أنه في ظل هذه التراجعات يرتفع سامة هيتين شركتين القيادية خاصة واحدة الأولى في قطاع التأمين وهو الثاني في قطاع البنوك هناك من دعم حقيقة هذين السهمان وأبقاهما عند المستوى السهمية كان لابد من هذا الدعم المعمر برأيك كان لابد من هذا تدخل أعتقد هذه قد تكون سياسة البنك حقيقة لأنه لقدر الله لو كان كيو أم بي بوزهه وحجمه النسبي وكذلك قطر للتأمين لهما وزه النسبي مجتمعين يزيد عن 25% فلك أن تتصور لو هتاني الشركتان كذلك كانتا تمشيان في سير هذا النهج التراجعي لكن اليوم أمام أرقام موجعة ومؤلمة حقيقة وحسنا قد يكون فعل من يقوم على إدارة هذه المحفظة بأنه قد أمسك بتليبيب السهم عند هذه المستوى السعري خلينا ناخد كل السيناريوهات المحتملة معمر في هذا الإطار يعني إذا افترضنا صمح الله تأزم الخلاف الخليجي القطري بعد لقاء يوم السبت هل المؤشر سوف يتراجع أكثر من ذلك أم أنه خلص هذه التراجعات كانت تمهيدا ربما للأسبوع المقبل طبعا لا نستطيع أن نطلق أحكام مبكرة لا نعلم حقيقة نتحدث عن سيريوهات مختبرة دائما صحيح صحيح ولكن حتى لو تم اتخاذ قرارات ما هو حجمها ما هو نوعها ما هو تأثيرها ما هو مدى استمراريتها هل تتدخر الكويت وعمان على خط الوساطة في ربع الساعة الأخيرة أعتقد بأن الأمور قد تكون مفتوعة على جميع الاحتبالات ولذلك لا نستطيع أن نتحدث عن سيناريوهات لأنه لا نعلم حجم التأزم في العلاقة الخليجية حتى الآن كما ذكرت البجتمع الخليجي بشكل عام لا يعرف حقيقة ما هي تفاصيل وثيقة الرياض حتى الإعلام حتى الإعلام معمر لا تفاصيل حول هذا الموضوع على صحيح حتى الآن لذلك لذلك لا نستطيع أن نرسم سيناريوهات نتمنى حقيقة ويعني اليوم سمعته كثير حتى المتابعين ومن قاموا بالبيع هناك لديهم أمل أنه دائما البيت الخليجي دائما يعني ما يمر بمراحل مد وجزر ولكن في اللحظات أو ربع الساعة الأخيرة تدخل الأمور إلى حي إيجابي وهذا ما ينتظره المجتمع الخليجي طبعا هذا البيت حتى المجتمع الخليجي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن نفسه حتى لو كان هناك بعض الخلافات وأعتقد دائما أعود وأذكر بأن مجال اليوم قد يخلق فرص وربما يخلق فرص وهناك قد يكون من يعض أصابعه من باعه اليوم في زلسة يوم الأحد نتمنى أن يكون الاجتماع ينتهي على خير وتعود العلاقات الخليجية إلى ما كانت عليه سابقا وتعود الأمور إلى طبيعتها وهذا ما نأمله حقيقة معمر عواد مدير مكتبنا في العاصمة القطرية شكرا جزيلا